كما كل صباح ومنذ خمسة أسابيع يستعد الشرطيان خافير ودانييل للانطلاق في جولة تفقدية في شوارع مدينة برشلونة للتأكد من أن سكان هذه المدينة يطبقون قانون العز الجماعي يرتديان الكمامات والقفازات ويتوجهان إلى سيارتهما لكن قبل الصعود على متنها يقومان بتعقيم المقود وكل جزء من السيارة قد يكون لمسه إنسان نعمل على تطبيق القوانين الخاصة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا بحدافيرها في مدينتنا وغالبا ما يستجيب المواطنين لأوامرنا نحن الآن مع دوريات الشرطة في شوارع برشلونة للتحقق من أن الجميع يحترم قانون العز الجماعي في هذا البلد يختار الشرطيان الشوارع الأكثر استراتيجية في المدينة للتربص بمخالفي قانون الحضر يقفان المركبات عشوائيا ويتجولان أحيانا راجلين وأحيانا أخرى على متن مركبتهما نادرا ما نحتاج لتسجيل مخالفة أو كسر حضر جماعي فنحن نزود سكان برشلونة بالمعلومات الكافية والمكثفة للوقاية من انتشار أو الإصابة بفيروس كورونا بالرغم من أن إسبانيا تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث انتشار وباء كورونا إلا أن هذا الإقليم فيه أقل نسبة وفايات وإصابات في البلاد نظرا لحزم الشرطة في تطبيق قانون العز الجماعي فيه ولواعي سكان هذه المدينة وتطبيق القانون طوعيا من مدينة برشلونة في إقليم كتالونيا ليث بزاري الحدث إسبانيا